للموسم الحالي طيب وابتدينا بنص داستة مصرية على بركة الله فوس كبير لمنتخب مصر النهاردة على جيبوتي 6-0 في استاد القاهرة المباراة فيها مكاسب كتيرة ضربة بداية كويسة إيجابية للمنتخب الوطني في بداية تصفية كأس العالم عفوا انتوا عارفين ان النظام السندي التسع مجموعات مصر على رأس احدى هذه المجموعات التسع وحيتأهل الاول مباشرة انت معاك مين لعبت النهاردة مع جيبوتي خدت 3 نقط هتسافر بكرة الصبح ان شاء الله بطيرة خاصة الى ليبيريا عشان تواجه سيراليون اللي اختارت ليبيريا ملعب ليها يعني هي بتلعب في المغرب لكن لمواجهة مصر مش هتود مصر للمغرب اختارت ملعبها في ليبيريا فهيروح منتخب مصر على متنطائرة خاصة بكرة عشان يلعب ان شاء الله تعالى مباراته التانية وبعد كده نستنى انت معاك بعد كده غينيا بيساو ومعاك اثيوبيا ومعاك بوركينا فاسو الست دول في التسع مجموعات دولار 54 دولة انسحبت ايريتريا من مجموعة المغرب فالمغرب كان باي الاسبوع ده عنده الجولة الجاية هيلعب مع تنزانيا اول كل مجموعة من المجموعات التسع هيشارك في كاس العالم كاس العالم هيبقى فيه 48 دولة ده الاول مرة هيتلعب في 2026 في صيف 2026 في 16 مدينة من امريكا وكندا والمكسيك البطولة كمان في كاس العالم معمولها نظام جديد لانه 48 دولة اللي حيتأهلوا ان شاء الله مصر تكون واحدة منهم 48 هيتأسموا لل 12 مجموعة كل مجموعة فيها اربع دول كل دولة من الدول التلاتة الامريكا والكندا والمكسيك هتستضيف اربع مجموعات كل مجموعة الاربع دول هيلعبوا مع بعض وحيصعد الاول والتاني خد 24 دولة اول والتاني في المجموعات ال 12 هتاخد افضل 8 تواني يبقى كده كملت 32 دولة يبقى في من ال 48 32 هيتكملوا بعد دور المجموعات الاول وفي ناس هتروح بدري بدري اللي هيصعد دور ال 32 هتبدأ كاس العالم اللي بجد بقى النكاوت ال 32 قرعة دور ال 32 يصعدوا 16 دولة ثم يصعدوا 8 ثم نصف النهاية ثم النهاية ده نظام الجديد كم مقعد لأفريقيا كم مقعد لأسيو افريقيا دلوقتي خدت 9 مقعد ونص التسعة ونص تسعة اول المجموعات والنص ده الملحق اللي انت حتنافس عليه مع بقية التواني في المجموعات الاخرى مع المجموعة الاسيوية زادت او زيدت الحصة الخاصة بكل القرارات تباعا لكن اعتقد ممكن اسيا سبعة ونص يعني مرشعته بعشرة اه لو كسب مع اسيا لو احد التواني بتاعك خدها منتخب مصر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الحياة في كل كلامه قبل المباراة كان بيدور على اللي حصل النهاردة الجدية الكتيرة استغلال الفرص الرسالة اللي بيوجهها للمنافسين ان انا منتخب مصر فالفوز الكبير هيخلق لك هذه القيمة لانك انت بحكم التصنيف اللي موجود احنا كنا واحدة من الدول اللي على رأس التصنيف الاول التسع اندية التسع دول انت مش اولهم لكن انت ضمن التسع الاول بوركينا فاسو كان في التصنيف التاني فالمنافس المباشر معاك فيما يبدو حتى الان نظريا هو هذا الحصان البركيني فيتوريا تحذيره ان الكرة في افريقيا بتتطور جامد وانه شايف ان الموارد البشرية الافريقية اللي منتشرة في العالم احنا نتجنا مع اثيوبيا صعبة يعني لها منوشات بس هي يبدو فنيا في التصنيف التاني اللي جالك بوركينا فاسو اي لا بوركينا اوكي لا بوركينا قوية جدا ايو يعني عايزين برضو فكرة ان احنا لقى المجموعة فيها منافسة النهاردة محمد صلاح سجل اربع اهداف وصنع رقم مجد شخصي او عمل رقمين الرقم الاولان ان الاول مرة في مسارته مع المنتخب يعمل سوبر هاترك او يسجل اربع اهداف في مباراة واحدة ما حصلتش الرقم التاني اصبح الهداف الاول لمصر في تاريخ تصفيات كاس العالم كان محمد ابو تريكا عنده هذا الرقم كان عنده اربع تاشر هدف ابو تريكا كهداف لمنتخب مصر في تصفيات كاس العالم في كل الدورات اللي شارك في تصفياته النهاردة صلاح سجل فاصبع عنده خمستاشر هدف بالاربع هدف بتوعه النهاردة مرشح نزين فعنده فرص انه يعزز هذا الرقم ويبتعد به الرقم كان لابو تريكا اربع تاشر واظن عمره ذاك اتناشر فالاثنين اعتزلوا صلاح عنده فرصة انه يزود كتير في هذا الرقم عشان كده انتوا لحظوا انه في نهاية المباراة كان حريص انه ياخدوا الكورة يحتفظ بيها لانه كمان اول مرة يسجل مع المنتخب اربع هداف في مباراة اول مرة يصل لهداف مصر في تصفيات كاس العالم وكمان كسر حالة الصيام كان بقاله اربع مرشات ما بيسجلش مع المنتخب الوطن فاعتقد مكاسب معنوية كويسة جدا لمحمد صلاح خلي بالك من نقطة يا سيد ابراهيم اه يعني كمحمد صلاح صادفه وسوء بخت السنين اللي فاتت انه هو بيتنافس على افضل لعب افريقي ثم على مستوى العالم ايه دائما ما كان يعرقله نتائج المنتخب المصري ايه يعني السنة اللي فاتت بتلاعب السنغال على مرتين بدربات الترجيح لو كسبت ضربات الترجيح تاخد كاس الامم اول مرة وطاني مرة توصل كاس العالم فاستطيع يقفق هو فاول واحدة ومن يه ينجح في الاتنين فياخد بلده ويضيف لرصيده انه بقى يتخدم لو كان صلاح استطاع ان يصل مع المنتخب مصري في المرتين بدربات الجزاء الى الهداف المرة جوة مؤكد كان محمد صلاح هو اللي هياخد هذه الالقاب فاتمنى السنة دي لان انت كمان لما تشوف انه صلاح يفيد المنتخب والمنتخب ينصف صلاح ينصف صلاح وانت خلي بالك كابتن محمد صلاح يعني خد قرار صعب في بداية الموسم ان يبقى في ليفربول ويكافأ النهاردة هو ينافس على لقب تاني يرجع ينافس على لقب هداف الدوري مع مين مع المعجزة الخرافية الاسطورية الغير مسبوقة هالند اللي هو عملاق ملوش داعب كرة القدم مرعب فصلاح يلاحقه اذا استطاع صلاح ان يحافظ على هذه المكانة مؤكد حيرجع تاني هو ارقامه ما شاء الله السنة دي متوهجة جدا وبيحقق برضو يعني عندما خطط ليل بقى كان عارف انه مرشح يكسر ارقام قياسية في الدوري الانجليزي هو ماشي بثبات في هذا الامر نتمنى للكابتن محمد صلاح دوام التوفيق ويزاد فخرنا بيه بإذن الله طيب منتخب مصر بقى في تصفيات المنديال لعب تاريخيا مية واثنين مباراة فاز في تمانية وخمسين وتعادل واحد وعشر وخسر تلاتة وعشر سجل مية اتنين وتمانين هدف واستقبل أربعة وتسعين هدف لكن الملاحظة اللي فيتوريا قويف عندها قال ان انا لاحظت ان انتو كتير لما بتخسروا فرصة التأهل لكاس العالم عشان مرشات مع فرق صويرة بالضبط ولاحظت ان انتو يعني عايز يقول ان انتو مش مهتمين قوي بنتو بتواجهوا مين قال لك يا جماعة انا خبرات الكبيرة في الكرة مفيش فريق كبير وفي فريق صغير مش عايز اقعد في نهاية المشوار وشاور على المباراة دي واقول اه لو كنت خدت النقطتين دول اه لو ما كنتش اتعدلت في المطش ده اه لما كنت حققت اهداف اكتر اه على فكرة المشوار طويل اللي بدأ النهاردة ده بنص داستة مصرية عارفين يخلص امتى ان شاء الله هيخلص 11 اكتوبر عشرين كمسة وعشرين يعني فيه سنتين كاملين مرحلة تصفيات كاس العالم القوة لكل فريق هتتغير ففيه فرق هتتغير فيه لعيبة هتبطل فيه لعيبة هتكبر في السن وفيه ناشئين في دول تانية حياخدوا فرص اكبر وحيزهروا يعني فيه اوضاع فنية كتير على الارض هتتغير فقال يا جماعة عشان نروح كاس العالم ما فيش حاجة اسمها فريق صغير وفريق كبير هدفي فيه كل مباراة عبر عن قيمة الكرة المصرية واللي اللعابه النهاردة هتجاوزوا بالنجاح ده اه بالجدية ده بالتركيز ده بالاسرار ده الرصيد لقادم الايام يبقى موجود دي كانت رسالة مهمة جدا لان انتوا فعلا لو رجعنا هتلاقي نفسك بتخرج مرة من توجو ومرة من النيجر ومرة مش عارف تعادلت مع زنبيا تفاصيل كتيرة وكوابيس كتيرة في تصفيات كاس العالم اللي ما كانتش ابدا بتليق بقيمة الكرة المصرية وريادتها في القارة بعد المباراة طبعا وفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في احصيات اللاعبين محمد صلاح سجل طوال تاريخه الدولي 53 هدف في 92 مباراة حسام حسن عميد الكرة المصرية السابق سجل باميس المنتخب 69 هدف لكن في 178 مباراة وبالتالي فإن صلاح يفصله 16 هدف فقط للوصول للإنجاز التاريخي للكابتن حسام حسن النهاردة كانت يعني المسألة احترافية صلاح نجم ليفربول اربع اهداف تريزيجيه نجم ترابزون التركي يسجل هدف رائع مصطفى محمد نجم نانت الفرنسي ايضا يسجل هدف من متابعة جيدة جدا عاد مصطفى محمد للتسجيل مع الفراعنة بعد ما غاب عن التسجيل مع منتخب مصر من امتى من مباراة ومع غينيا فاربعتاشر ستة عشرين تلاتة وعشرين يعني بقاله اربع خمس شهور ما كانش بيسجل لعب بعدها خمس مباريات ما اكتملش او ما قدرش فيها يسجل يعني صام مية خمسة وخمسين يوم وفطر على جيبوتي رؤية فطوريا بعد المباراة يعني انا قلتلكه رؤيته قبل المباراة وتركيزه قبل المباراة حتى لما سؤل على احمد فتوح ومحمد صبحي لعباي الزبالك ليضموهم وهل فعلا طلب انه يطلب يطلع على تقارير التحقيقات معهم في النادي قالك ده يمش اخلاقي ولا نظامي في الشغل ولا ده مسئوليتي انا ما ليش دعوة عايز بقول انا فنيا محتاج اللعيب فباخده ومحتاجين فعلا كل الاندية الفترة الجاية فعلا تتعاون بشكل ايجابي انا رجعت اقول لك السيد ابراهيم هو اتعمل مع قرارة اتحاد الكورة اه يعني هو كهراء ما متخذش لانه مغوف من قبل اتحاد الكورة اه فهم قضي اه لكن انت لعب مغوف من ندي الله اعلم المرات دي الاسباب يعني كده في اسباب تانية ممكن تبقى فيها شيء من شخصية شوي اي فهو كان مدرب اه لو انت كالتحاد شايف ان فيه تجاوز اخلاق انت لتاخد القرار اي اما وانك لم تتقس قرار باللقاف يبقى من حق ياخد اي لعيز اه طيب اتاني ارجعوا ها لما كان بيضام كابتن عسام الحضارة في ظل مشكلة كبيرة معنا للايا طيب بعد المباراة ودي نقطة برضو ايجابية للمدرب البرتغالي الحياة قال ان نتيجة مباراة جيبوتي مش هتخدعنا قال ان انا اعارف بشكل كويس اوي الظروف المباريات اللي جاية هنلعب مع فرق اقوى الفوز كان مهم جدا لانه ستارت هو مجرد بداية المنافس مش في مستوى منتخب مصر وده امر طبيعي لكن الفوز في حد ذاته كان مهم عن محمد صلاح والسوبر هاتريك قال صلاح لعب مؤثر للغاية مع منتخب مصر عنده مقاومات كبيرة كلعيب كبير اهدافه في مباراة الليلة كانت رائعة حالته البدنية بتخليه دايما يعمل الاستشفاء بشكل سريع كان عندي شعور انه في افضل حالاته البدنية لما جالنا قال انه اكتر ما كان حاجة تشغل تفكيره فيتوريا قبل المباراة ان المنتخب يظهر بشكل كويس وقال ان انا كنت بدور على البداية دي قال في شي غريب جدا ان يكون فيه حكم فيديو في كل مباريات الدور المصري وفي منافسة مهمة على التأهل لكأس العالم لا توجد تقنية الفار هذا امر غريب بالنسبة لي قال لا اقبل تأهل مصر او اي منتخب بسبب خطأ تحكيمي لعدم تواجد الفار في الكرة الحديثة صعب جدا عدم خوض مباريات بدون حكم فيديو قال عن تغيير محمد عبد المنعم لان الناس كتيرة كانت قلقت منهم المواندس عادلي اللي قالت واحنا داخلين للستوديو بيسألني فيتوريا بيطمنه بيقول له تغيير محمد عبد المنعم هو فني فقط علشان ادي فرصة للباقي لكن هو سليم وجاهز لمباراة سيرليون الحمد لله اصلا شفت لقطة على الدكة كده هي اللي قلق اه طيب جزئية الفيديو الاتحاد الافريقي اولا التحكيم في البطولة في تصفيات كأس العالم هو اشراف دولي اشراف الاتحاد الدولي ولجنة الحكام الدولية بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي بس برضو للموضوعية وللامانة عدد المباريات الكتيرة في التصفيات تبتكلم في اربعة وخمسين او تلاتة وخمسين دولة بتلعب الدول اللي عندها حكام فيديو في قرة افريقيا ما زالوا اربع وخمس دول فقط مش اكتر من كده حتى الدول اللي الدون حكام منهم يشاركوا زي مونيشيس او غيره دولهم ما فهاش خدمة الفيديو الحكام الفيديو فقط بياخدوا دورة تابعة الفيفا فيبيبقوا حكام فيديو معتمدين لكن ما بيمرسوش ده فمش هتقدر تنم او تغطي هذا العدد الكبير من المباريات في قرة ما فيهاش قدرات الحكام الفيديو احنا بنى كم سنة في تطبيق الفيديو دي تالي سنة اه مش كده اه والاتحاد الفريقي لم يستطع ان يلزم الدول بانها يبقى عندها حكام فيديو ازا تتطور اللعبة كده اخوانا هي يعني ربما هترجع للظروف الاقتصادية الدول فقيرة كتيرة لان هي برضو مكلفة ايه بس يبقى عندي في التوقيت دا لو فيه حكام فيديو اللي هتحمل مين الاتحاد لأولك اه طيب بقى ايه المشكلة طيب فيتوريا كانت تكلم على نقطة مهمة جدا مبارح وتكلم عليها الكابت محمد النني في المؤتمر فكرة او مشكلة الحضور الجماهير القليل في مباريات المنتخد عموما هي قضية مهمة جدا عايزين نطلع على فاصل لكن بعد الفاصل لازم ان نناقش مع المهندس عادلي ايه الفكرة اللي نقدر نتكلم فيها وقالية تنشيط عودة الجماهير للمدرجات بالكسافة الكاملة مش بس مع المنتخب حتى مع الاندية بعد الفاصل